ايه الفرق بين نزلات البرد والإنفوانزا وقلتلي والتهابات الجيوح طيب تبتدي نفسص كل حاجة كده عشان احنا قلنا هيبقى الكلام على مستوى ايه بسيط الاصابة بالنزلات البرد دي اصابة فيروسية بداية بتبدأ باصابة عدوى فيروسية تمام ثم ممكن تتطور بعد كده بيجي عليها عدوى بكتيرية بعد كده وتخلي فيه نوع من مضاعفة ولكن نرجع تاني الاصابة الفيروسية دي بيسببها في عدة انواع الفيروسات من ضمنها فيروس الانفوانزا اه يعني الانفوانزا بوز من نزلات البرد نوع من انواع البرد ده اللي بيبقى مسببه فيروس الانفوانزا تمام بقيت الفيروسات بتبقى مش ملهاش اسامي لا ليها اسامي بس يعني مش يعني اسامي مش درجة احنا ما نعرفهاش عادة الناس بتقول ده فلان جاله برد او جاله انفوانزا بس دي طبعا يعني انفوانزا لما يكون اصابة بفيروس الانفوانزا اللي هو حتى في بعض الناس بتاخد ليه تطعيم كل سنة بتاخد لقاح الانفوانزا اللي هو يحمي من بالمناسبة احنا ينفع ناخده دلوقتي ولا خلاص كان مفروض يتخد قبل قبل دخول البرد يعني يعني دلوقتي خلاص ملوش لازم يعني عادة في مصر هنا بتي الدنيا تبرد اكتوبر نوفمبر فلو على اخر سبتمبر اول اكتوبر ده بيبقى الاحسن اشتركوا في القناة